موسيقى أهلا مرحبا بكم أعزائي المشاهدين وأنا ألتقيكم في حلقة جديدة برنامجكم حديث عراقي في حومة الصراع الناشب بين أطراف العملية السياسية بين حزابها وقوائها وميليشياتها على المكاسب وعلى المناصب يعني بعد التظاهرات التي قام بها التيار الصدري ودخول المنطقة الخضراء ودخول البرلمان والآن اللحاطة بي والتصريحات الكثيرة والبيانات الكثيرة من هذا الطرف أو هذا أقصد من التيار الصدري ومن الجانب الآخر المعارضة إلى اللي هو التيار المعارضة التيار التنسيقي يعني من الإطار التنسيقي أقصد بعد هذا كل قبل يومين وثلاثة ترى التفريح طبعا بعد زيارة بلاس خارت لمقتدى الصدر وبعد كثير من ما ورد من أخبار عن وساطات وعن توسطات وعن المهم صدر يعني في التصريح أو مقترح ناولته يعني تم تداوله ولم ينفيه التيار الصدري بمعنى أنه صحيح لو كان غير صحيح كان نفوه هم مباشرة ينفون الأخبار التي يعني يقولون أنها غير صحيحة فهذا ما نفوه الحقيقة وهذا المقترح ينص على التالي يقولون أنه يعني مقتدى الصدر وافق على تشكيل حكومة دون مشاركة كتلته التيار الصدري ودولة القانون للخروج من الأزمة السياسية هذا ما يسمونه الانسداد السياسي الخبر يقول أن مقتدى الصدر بعث برسائل إلى كل أطراف العملية السياسية وأقصد يعني الإطار التنسيقي جماعة الإطار التنسيقي أشار فيه أن الحكومة التي ستشكل ستكون لمدة عام وتتولى فيه هذه الحكومة الإعداد لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة في شهر أيلول من العام القادم ويكون رئيس الحكومة توافقي ما بين التيار الصدري والإطار التنسيقي يعني مثل ما يقول المثل البردادي خوج علم لعلي يعني عدنا لنفس ما كنا عليه يعني ومرة أخرى نتساءل يعني ما الفائد ما هذا العبث الذي حصل يعني لماذا هذه التظاهرات ولماذا سمي الثورة وبيخلو جماعة التيار الصدري إذا كنا سنعود إلى نفس النقطة وكأن الخصومة يعني مشكلة العراق تتركز أو تتلخص فيه أنه هناك عداء بين مقتدى الصدر ونوري المالكي بين التار الصدري ودولة القانون ويسمى بدولة القانون وبالتالي إذا ما اثنين هم ما اشتركوا بالحكومة ربما ينظل الأمور في طريقها ولا كأن العراق من عشرين سنة لحد الآن يعاني من عملية سياسية محاصصة محاصصاتية خربت البلد وسرقت ونهبت وؤسست على الطائفية والتخريب ويعني كل مخرجاتها كانت خراب في خراب العراق عشرين سنة من الفساد والخراب والطائفية والتفرقة والتمزيق والقتل هذه كانت مخرجاتها العراق بلا هوية العراق بلا سيادة بلا استقلال دستور مفخخ كل هذا يعود إلى العملية السياسية هذه المشكلة المشكلة ليست بين فلان وفلان وفلان هذه ليست مشكلة العراق مشكلة العراق الأساسية في الاحتلال وما جاء به الاحتلال وأول ما جاء به الاحتلال هذه العملية السياسية التي صممت لتضعف العراق والعراقيين وتضعهم أمام دواما مستمرة من صراعات وميليشيات وقوى تتحكم بالعراق بطريقة غريبة عجبة وهذا ما وصلنا إليه بعد عشرين سنة فساد وخراب طائفية بلد معدوم الرؤية بلد ليس له حاضر وليس له مستقبل سيادة منتهكة استقلالة منتهك إرادته ليست بيده وبالتالي يعني لا يمكن الحديث عن مشكلة وكأن المشكلة نختصرها ونعود إلى المشكلة بين التار الصدري وما يسمى بدولة القانون وإذا نحلت وبوص رأس عمك وبوص رأس خالك وبتعدم عن هذه القضية نشكل حكومة توافقية بين الإطار التنسيقي كل ده يقول أنتو مجموعة من الفاسدين والمخربين والميليشيات واللي سرقوا العراق ومن دمر العراق من وصل إلى هم أطراف العملية السياسية وهذا الإطار الذي يسمى العملية السياسية طبعا في الوقت اللي يتحدث به المالكي وجمعة الإطار يتحدثوا لأنه لا يمكن حلل البرلمان ولا يمكن إجراء الانتخابات المبكرة وهذا التجاوز على الدستور والدستور يعني تحت مليون خط أحمر واشترطوا إعادة إنعقاد مجلس النواب وكأن المشكلة العراقية تتلخص في هذا الصراع الصراع العبثي الصراع المقيد اللي الشعب كل يعرف من هي الأطراف التي تتصارع ولماذا تتصارق القضية ليست هذه القضية كل هذه الأطراف تريد أن تحافظها العملية السياسية الكل لا يتحدث عن العملية السياسية العملية السياسية باقي هذه ستبقى لأنها فيها أساسهم فيها وجودهم فيها أموالهم فيها مكسبهم فيها فسادهم فيها خرابهم وفيها خراب العراق وضعاف العراق وإيران تريد ذلك وأمريكا تريد ذلك وهم يريدون ذلك لأنه ما كاسبهم كله فيه وبالتالي المشكلة أكبر من هذا بكثير لذلك كنا نقول أنه لو كانت هذه الثورة هذه اللي خرجوا بها التهار الصدري لاتخذت طريقا آخر لاتخذت مسارا آخر وأسقطت كل هؤلاء وشكلت حكومة بسرعة وبعدها العراقين تحاسبون أما أن نظل بهذه المناكفات وهذه المقترحات وهذه الزيارات والمقترحات ويومية طاولة مستديرة طاولة مستطيلة ودائرية وإلى متى الشعب شنه ذنبه هذا الشعب العراقي اللي عانى عشرين سنة شنه ذنبه هذا اللي قلتوله إحنا جينا من أجل المظلومين وهذا الأمريكان دخلوا وجيش تحرير مع الأسف الشديد وقلتوله إحنا جايدا نحرخ وروح نرفاهية والبطاقة التموينية مدري ستين فقرة مدريس قيل جوعتوا العراقيين زادت خارطة الفقر العراقيين أكثر من اثنى عشر مليون يأكلوا من المذابل وهو بلد الخيرات وبلد الثروات فقط اللي فعلتوا زيتوا جبتوا شركات أجنبية زادت حفر الآبار واستخدوا وسرقت نفط العراق والمجيد بأموال العراق تذهب إلى الفساد هذا كل اللي فعلتوا أما الخراب روح نرى مدن الجنوب كل هن روح نرى ما يحدث في هذا الصيف من انقطاع الكهرباء وسنتحدث في حلقة قادمة عن عن الكهرباء ومشكلتها ومصيبتها وتحدثنا عنها كثيرا لكن هذا البلد يعني بي الفقراء بهذا الشكل وبي العاطلين للعمل خمسة عشر مليون عاطل عن العمل وبليئهانات وبقانون يطبق على ناس ولا يطبق على ناس والميليشيات هي المتحكمة هذا وضع البلد وبالتالي بلا شخصية وبلا هوية وبلا حاضر ولا مستقبل والآن تتحدثون عنها المشكلة المشكلة وكأنه بين التيار الصدري ودولة القانون إذا ما نور المالكي قاعد على صفحة ومقتد الصدر قاعد على صفحة انتهت القضية وتعودون إلى نفس المسار وقطار العملية السياسية ينضي في طريقه هي هذه المشكلة مع الأسف الشديد لذلك على الناس أن ينظروهم ينظرون ويعرفون ولا نريد أن نتفسف على أحد ولا نريد أن نقول أننا أفهم من الناس والناس لا شعب العراق يفهم كل شيء ويعرف كل شيء وأهل العراق معروفين طبعا بقدرتهم على التمييز الأسود والأبيض وتمييز الصالح والطالح هم يعرفون كل شيء ويفهمون كل شيء وهذه اللعبة قد فهموها وخبروها وثورة التشرين كانت يعني خير معبر عن فهمهم هذا الشباب الصغير شوفهم القضية ولماذا طالب الوطن ولماذا حرق مقرات الأحزاب كلها ولماذا طالب بسقاط العملية السياسية لأنه يعرف بيت الداء ويعرف المشكلة فلذلك العراق يحتاج إلى ثورة حقيقية ليست هذه التي يقولون عنها وقت هذه الحلقة قد انتهى أترككم بخير وألتقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين استوضعكم الله والسلام عليكم